بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب تكونوا بخير. نهاردة ان شاء الله هنقول العروض المتاح على تلاجات شارب. هي عروض مش نزلة مباشرة على تلاجات شارب. بس في تركاية كده انت ما كنت تستفيد منها بالعروض اللي هي تحت الكاشباك اللي منزلها على كيمة الفاتورة. يقدر من خلالها اجيب تلاجة واخد خصم عليها كمان. تقول لي انا مش فاهم حاجة. بصتوا جميع العربي كان منزل العروض اسمها عروض كاشباك او الهداية. عروض الكاشباك او الهداية. تمام? دي البرشور بتاعها هو. تمام? اه دي بيعمل لك خصم على اجمال الفاتورة. بس بشرط ان انت تكون واخد منتجات العربي اللي مكتوبة في الفاتورة. يعني انت مسلا واخد تلاجة وبتجازه غسالة. تمام? بيشوف اجمال الفاتورة اللي انت بتطبعها اللي انت بتتفحها. معندي الكشير. بيشوف اجمالها كم? لو اجماليها يتراوح من اول عشرين الف الحد خمسين الف اللي هي الشريحة الاولى دي. اللي هي الشريحة الاولى دي. بيديه خصم وبشنين. لاما تاخد سبعة في المية خصم كاشباك فلوس. لاما تاخد منتج من منتجات العربي. بس هيعمل لك خصم على اجمال كيمة الفاتورة بدل سبعة في المية هيعمل لك عشرة في المية. وهكزا الفئة التانية من اول خمسين الف كيمة الفاتورة لحد خمسة وسبعين الف اللي جنيه الكاشباك بيزيد لتسعة في المية وهكزا وهكزا وهكزا. طب واحد يقول لي انا عايزة اشتري تلاجة شرب. يعني تلاجات شرب دي لاتة متوفرة في السوق. عايزة استفاد بالعرض ده. هو العرض ده على اجمال كيمة الفطورة. طب انا اشتريت في الفطورة تلاجة بس هلها استفد بالعرض? او هتستفد بالعرض. لو التلاجة اميتها اكتر من عشرين الف جنيه او بداية من اول عشرين الف جنيه وطبعا تلاجات شرب كلها مش هتقل عن عشرين الف جنيه. تمام? بدايتها يعني. تستفد بالعرض ازاي انا اقول لكم هتستفد بعرض ازاي وكيمة الخصم هتوبقى دي. يعني مسلا ناخد كده التلاجات بصوا دي تلاجات شربة. تلاجات شرب الاول دي اللي هي التمانية وخمسين. بعد كده التسعة وستين. دي التمنتاشر عشان الناس برضو اللي مش فاهمة يعني في الموديلات. اول واحدة دي التمنتاشر اللي هي دي. دي التمنتاشر ادم. تمام? اللي جنبها دي الاتنين وعشرين ادم. سواء اللون السود او اللون السلفر. ثم نبص على الاصغر. دي ستاشر ودي ستاشر او موديلة تمانية واربعين. كل اللي ما عرض في الشاربه قدام كده دا موفر في الكهربا موفر في الكهربا. تمام? وبلازمة يعني عهدت تلاجات شربي موجود. طيب انا دلوقتي عايز تلاجة اتشار نبتدي من الصغير الكبير. تمام؟ نبص كده عطلات الكفاقة. دي ستاشر اللي هي scripture تمام اللي هي موفرة في الكهربا. اللي هي حجمها تلتمية ستة وتسعين نتر اللي هاي سلاجة شربت على القاربة سبعة وتلاتين كيلو. تمام? واللي هي وفيها الشاشة وفيها بلازمة الروائح. طيب دي التلاجة دي اللي انا هاشتراها لوحدها في الفاتورة انا مش اخد حاجة معيها هاخد خصمه قد ايه? هقول لك التلاجة دي سعرها الاول بكام? بص اجماعة التلاجة دي سعرها سبعة وعشرين الف خمسمية خمسة وخمسين. سبعة وعشرين الف خمسمية خمسة وخمسين. اللي هي شرب ستاشر قدم الانفيرتر البلازمة. تمام دي مش ازاز دي بتكون استلث. طيب لو هاخد خصم فلوس فلوس يبقى هاخد سبعة في المية. من الكيمة السبعة وعشرين الف وخمسمية خمسة وخمسين تمانية التلاجة. يبقى هتقف معي بكامل خاصم كيمة الخاصم. هاخد عليها خاصم لو هاخد فلوس الف وتسعمية تمانية وخمسين جنيه. الف وتسعمية تمانية وخمسين جنيه. ده الكاش الباك اللي انا هاخده الخاصم تعبع عرض. لو انا هشتري التلاجة دي الوحدها. مش هشتريها معايا حاجة تاني. وكل ما تزود في كيمة الفاتورة كل ما الخصم بيزيد او الشريحة بتاعتك بتزيد. طيب اف ده انا مش عايز اخد فلوس. عايز اخد منتج تاني من المنتجات العربي سواء ماك ناسها مسلا شفات اه مروحة. اه يقول لك لأ. مش هديك بقى ايه? مش هديك الخصم اللي هو الف وتسعمائة امانية وخمسين. انا هديك اعلى منه. هديك عشرة في المية من كيمة التلاجة. اللي هي كان بقى. عالفين سبعمائة خمسة وخمسين. يعني بصوا يا جماعة. لو انا هشتري التلاجة سعرها سبعة وعشرين الف خمسمائة خمسة وخمسين. لو انا هاخد العرض يكاشر بقى فلوس في ايدي من غير ان ما اخد حاجة تاني. يبقى هاخد خصم كام من السبعة وعشرين خمسمائة خمسة وخمسين. هاخد خصم الف وتسعمائة تمانية وخمسين جنيه. طيب لو هاخد هدية منتج تاني من منتجات سواء مروحها. اه غسالة سخين. اي حاجة وازود الفرق او ادفع الفرق ما عندش مشكلة برضو. هاخد عشرة في المية من السبعة وعشرين الف خمسمائة خمسة وخمسين. هيبقى الفين سبعمائة خمسة وخمسين. تمام? وصلت? فهمنا? يبقى جماعة لو انا هشتري تلاجة دي الوحدة هاخد فلوس خاصم يعني الف وتسعمائة تمانية وخمسين. قوله الف وتسعمائة وستين. الف وتسعمائة وستين. طيب لو انا مش هاخد فلوس هاخد حاجة تانية. اه مسلا منتج تاني من منتجات العربي. يقول لك لأ بدلا ما تاخد بقى الف وتسعمائة وستين انا هتديك الفين سبعمائة خمسة وخمسين. هنزل هات من تمن المنتج الهدية اللي انت هتاخده. فهمت? وصلت? طيب خلصنا دي كده. دي ستاشر. دي ستاشر. البي في تمانية واربعين جي. الشر. طب اللي لو هاخد بقى ايه? اخد التمنتاشر الازاز دي. اللي هي الازاز الانفيرتر اللي هي موديلها ايه? اللي هي موديلها جي في تمانية وخمسين جي. اللي هي ربعة ومية وخمسين لتر. اللي هي تلاتين كيلو ستاليك شاربت على الكهرباء. تمام? اللي هي برضو. وفيها شاشة. دي دي جماعة ازاز. شايفين ايه دي? مراية ازاز. تمام? دي برضو فلتر بلازمة ده تكون مقبض داخلي. طب دي سعرها كان في اللستة ولو هاخدها الواحدة من غير اي حاجة تاني هيبقى هتبقى آآ الخاصمة ايه? اهي. بص عليها من جوة. تمام? ما تنهاش بقى يا جماعة من عمل اشتراك في القناة. هتلاقي في زرور تحت الفيديو مكتوبة على اشتراك. اضغط لنا عليه. ده زرور ما اجينا. ماشي? عشان موجود بس اللي احنا بنبزله. احنا لمستفدش اي حاجة بس الكنار بتاعتنا تكبر بس عشان الشور اللي احنا بنعملهو لكو يعني. طب التلاجة دي لو انا هاخدها هي سعرها كما يا جماعة. دي سعرها اربعة وتلاتين الف سبعمية خمسة وخمسين. وخلي بالك آآ آآ نفس المقاس بينزل منه كزا موديل. عشان محلش ينصب عليك. وخصوصا لو روحت الحد آآ آآ تاجر مسلا جشع ولا طموعة. ممكن. يبقى لك آآ يبقى لك الاقل من دي اللي هي من غير بسعر الانفيرتر. خلي بالك من الموديل انا وضحت على القناة فيديو آآ بشرح تفصيلا كل موديلات تلاجات شرب سواء ستاشر. يعني ستاشر قدم في الشرب بينزل منها خمس موديلات. التمنتاشر آآ قدم في الشرب اللي هي قدام حضورتك وبينزل منها خمس موديلات. كل موديل بيختلف عن التاني في الامكانات والسعر. الـ الاتنين وعشرين قدم بينزل برضو تقديم تلات موديلات. الـ اين عشرين قدم بينزل منها تقديم اأآ اربع موديلات فخلي بنها من حتة دهش لما تنصبش عليك من التاجر. لأن جماعة بوص التاجر التاجر يهمه الفلوس اللي في جيبك وباستغرب جدا لما واحد ايه يروح يخش للتاجر يقوله وحياة عيالك اشتري ايه لو انت هتشتري البيتك قصبا بالله التجارة دولو جامعة اللي سيقهم الفلوس لو ينفع يبيعي الهوى اللي انت بتتنفسه هيبيعه وتوز فيك اسمع مني انا اتعاملت مع توجار كتير وانعرف انا بقولك ايه التاجر يهمه الفلوس اللي في جيبك فبالتالي لما تجد تخش تقوله او البيع اللي هناك مسلا بياخد فلوس على المنتجات حافس مسلا يقوله بص بيحلفوا كذبي بالله علشان خاطر الفلوس. علشان خاطر الفلوس. وخلي بالك انت مجد تخش مكان تلاقيه مركز مع مركة معينة. مع مركة معينة. علشان دي اللي واخد توكيلها. وتلاقيه مسلا عشان ما عندهش مسلا توكيل حاجة تانية. فبيشتم فيها او بيطلع عيوبها. وخلي بالك يا جماعة اي حد شغال في المجال ده. في المبيعات. عارف مزايا. علش يا جماعة بس كان معيها زبون. بصوا جماعة. آآ كل بيع آآ بحكم خبروته في المجال عارف مزايا وعيوب كل منتج. فهو بيكون مركز على منتج هو عايز يبيعه. تمام? او بيحقق مكسب او عمولة بياخدها كبيرة منه. فهو هيذكر كل مزايا. مش هتلقلك فيها عيوب. مع ان هو عارف ان فيها عيوب فيه. لأ هو هيذكر لك كل مزايا. واحد تاني بقى لو روح تبايع تاني ممكن آآ يكون مسلا التاجر عامل لكل بيع في المعرض. مسلا يقول له لو بعت التلاجة دي الموديل ده. هديك مسلا متين جنيه تلتمين جنيه. فهتلقى البايع اللي ودخلت له وحيات عيالك. وحيات اغلى حاجة عندك. لو هجيب اللي بيتك هجيب تلاجة ايه? هديك التلاجة اللي هو هياخد منها تلتمين جنيه يعني. حتى لو ايه فقى عيوب. مش مناسبة ديه. فانا بقول لك لما تجي تشتري ما تسألش باياه ولا تشتري تسأل صاحب المعرض اجيب ايه? والله العظيم هو حقق مصلحة على افاك هو يهم الفلوس اللي في جيبك. هما يهم الفلوس اللي في جيبك. انا شفت في المجال ده. انت ممكن تاجر يبيع ريبه. علشان يبيع حاجة رقدة عنده. والله العظيم انا شفت شفت كتير يعني. يعني مرة مرة كنت عند حد مسلا فشفت الموقف ده قدامي. فمش هنا يعني. التاجر جاله حد قريبه قريبه جدا يعني من دمه يعني. فعايز جهازه بتاع اداله الحاجات اللي هي رقدة عنده. مش لغيرها ما بتتبعش. وفيها مشاكل كتير في الصيانة والكلام ده. وعمل فاتورة ما شاء الله بمية وشوية الف الكلام ده من سنين يعني. عشان يحقق آآ يبيع الحاجة اللي رأتها عنده مع ان ده قريبه يعني ما نفعش يديلو اي حاجة كده وخلص او حاجة فيها عيوبها او صيانتها وحش. خلي بالنا بالنقوطة دي يا جماعة بتخش حتى لما تجيني ما تجيش تقول لي حسن حاجة ايه. انا بديك حاجات بشرح لك المنتج بين زياب وعيوبه وانت تقيم. وانت ايه تقيم. طيب عشان ما تقولش عليكم بصوا التلاجة دي دي شهر بطمانتاشر ادم اللي هي موديلها جي في تمانية وخمسين جي. اللي هي آآ انفيرتر آآ ديجتال آآ فلتر بلازمة وفلتر اي جي بلاس. طبعا انا كريمت عليها في فيديو مفصل شرحتها بالتفصيل. طيب ليس عليها كامل. قبل العرض. سعرها الرسمي اربعة وتلاتين الف سبعمية خمسة وخمسين. اربعة وتلاتين الف خمسمية خمسة وخمسين. طب يا اسلام لو انا هشتري التلاجة دي هاخد خصمها قد ايه? هقول لك في اوب شنين لاما تاخد سبعة في المية كاش فلوس في ايدك لاما تاخد منتج تاني من المنتجات آآ العربي بخصم عشرة في المية. طب انا آآ آآ كاش ادي اسلام لو انا هاخد مثلا كاش بصر هتاخد كاش هيبقى الخصم الفين ربعمية تلاتين. الفين ربعمية تلاتين. طب هتاخد منتج تاني من منتجات العربية مش هتاخد فلوس. هتاخد منج تاني. سواء المنتج بقى ده ازياد اللي هتدفع الفرق او هتاخد الفرق هتاخد عشرة في المية. عشرة في المية من ربعة وتلاتين الف سبعمية خمسة وخمسين هيبقت خمسة وسبعين. يبقى Disease. دي خصمها لو اخدها لوحدها في فتورة هتاخدت دي. عرفت? تمام. طائم تلاجات بقى الشارب اللي هيك كبيرة اللي اتنين وعشرين الادم دي. تمام? انا بحب افتح التلاجة كده عشان ايه? بص على الموديل بتاعها. دي الموديل بتاعها جي في تسعة وستين جي. جي يعني ازاز تسعة وستين اللي هي خمسمية تمانية وتلاتين لتر. جي يعني مقبض داخلي. السلاك الشاري بتاع قرابة تسعة وتلاتين كيلو. دي بتكون بتكون وفلتر بلازمة. طبعا والشاشة دي بص بدي اكبر تلاجات يعني اكبر اكبر تلاجات الاشارب. والاقيم يعني. مشcier الله تلاجة جميلة جدا. تلاجة جميلة جدا. ودي بينزلنا كزا موديل. خلي بالنا عشان ما تخشش لتاجر يضحك عليك يديك موديل تاني غدا الموديل. كل كل حجم او كل ادم. alot مش كل ادم. كل موديل من الموديلاتwierت تلاجات شربي بينزلها كزا عيلة. في عيلا من غير في عيلة ب Somervis خلي بالنا من حتة دي. طيب. بص التلاجة دي تنين وعشرين ادم. خمسمية تمانية وتلاتين ليتر من شرب. دي سعرها الرسم الجماعة سعرها الرسمي تسعة واربعين الف وتمينمية وستين. تسعة واربعين الف وتمينمية وستين. يعني انت لو زودت متين جنيه اشتريت اي حاجة بمتين جنيه كمان من الحاجات العربي هتتنقل من الشريحة الاولى لحد الشريحة التانية. لان الشريحة التانية بتبتدي من اول خمسين الف بالزبط. اللي هو خاص مها تسعة في المية او هداية بكيمة اتنشر في المية. فالتلاجة دي اصلا سعرها كان بصوا. التلاجة دي سعرها تسعة واربعين الف تمنمية وستين يعني فضل على خمسين الف قد ايه? مية واربعين جنيه. فنشتري اي حاجة تانية. اي حاجة تانية. تمام? اهو فاش حاجة بمية وربعين جنيه بس اشتري اي حاجة من منتجات العربي مسلا اقل حاجة في منتجات العربي كبة مسلا اه كاتل اي حاجة اه مضرب بيد هند الوحده. علشان تخش في الشريحة التانية اللي هي من اول خمسين الف لحد خمسة وسبعين الف اللي هي خصمها كاشبك تسع في المية. او هداية بكيمية تتناشر في المية. طيب. طب دي بقى لو انا اخذها لوحدها كده مش هزود. يعني هيخذها بسعرها تسعة واربعين الف تمنمية وستين. هتاخد فلوس في ايده كاشباك سبعة في المية. تلاتتلاف ربapatو متى وتسعين. فانا بقولك تزود. عشان بدل ما تاخد سبعة في المية تاخد تسع في المية. طيب لو هتخد هداية هيحسب لك عشرة في المية من قيمة الفترة او من قيمة التلاجة. هيبقى اربعة تلف تسعمية ستة وتمينة. اتكلمة عن التلاجة اللي قدام حضراتكم دي. اللي هي موديلها جي في تسعة وستين جي. وخلي بالنا الموديل ده بينزل منه ازاز وينزل منه من غير ازاز. خلي بالنا عشان ما تيتخمش ويتضحك عليك. زيها نفس السعر برضو لجنبها. تمام? في تلاجات تانية مش معروضة. يعني مسلا تلاجة زي الكمبي اللي هي ربعمية تمانية واربعين لتر. اللي هي زي الربعمية وخمسين لتر دي. بس مقلوبة يعني تحت اضراج والكابينة فوق. تمام? اه دي سعرها الرسم بتعلستها بطبق انفيرتر برضو بلازم. خمسة وتلاتين الف سبعمية وخمسين. خمسة وتلاتين الف سبعمية وخمسين. لو انا هياخد كاش باك سبعة في المية هيبقى يهديني خصم الفين خمسمية واتنين. طيب لو انا هياخد هدية يبقى يهديني خصم عشرة في المية من الخمسة وتلاتين الف سبعمية وخمسين هيبقى تلات تلاف خمسمية خمسة وسبعين. تمام? في مودِل كومبي تاني برضو اللي هو تح 우و التلاجة والكابينة فوق. اللي هو بيكون خمسمية تمانية وخمسين. اللي هو مديله تلاتة وسبعين. بيكون ايزاس برضو. لا سارة ستة وخمسين الف ربعمائة وخمسين. كده دخلنا في الشريحة التانية. الشريحة التانية اللي هي من اول خمسين الف لحد خمسة وسابين الف. يبقى هاخد خصم يبقى مش هاخد سبعة في المية كاشف باك لأ هاخد تسعة في المية. هي بقى خمس تلاف وتمانين جنيه. يعني هتدفع بس واحد وخمسين الف والتلاجة سعادها ستة وخمسين الف. وصلت. طب لو هاخد هداية الهداية لا لا مش هتاخد بقى ايه تسعة في المية من كمية الفاتور. هتاخد اتناشر في المية من كمية الفاتور. اللي هي كام ستة لاف سبا ومية اربعة وسبعين. ممكن تشتري بها منتج اي منتج من المنتجات العربي ستة لاف سبا ومية اربعة وسبعين. او حتى لو ونتج ازياد من ستة لاف سبعمائة وسبعين تدفع الفرق. ما فيش مشكلة المهم انت بتستفاد سواء بالكاشباك او بالهداية. دي اه فيديو انا مش عارفها هسميه بعنوان ايه? اه ازاي تشتري تلاجة من تلاجات وتاخد عليها عرض اللي هو العرض بتاع الكاشباك على اجمال الفاتورة اهم حاجة الفاتورة ما تقلنش عن عايشين الف عشان تخش جوه العرض. ولما تروح لاي موكين معتمد يقول لك والله العرض ده مش غير اعرف اللي هو مش واخد توكيل العربي. اعرف اللي هو مش واخد توكيل العربي. العربي بنزز العروض دي عند الوكلاء المعتمدين لي في جميع المحافظات وعند مراكز البيع المباشر اللي هو طبعا العربي نفسه. برندات العربي نفسه او في الانلاين. او الانلاين. بس الانلاين بيبالك بسهر الانلاين ويبعمل لك الخاص ما فيش مشكلة بطل. تمام? اه نصيح يا جماعة ما حد يش يسمع كلام بيع او تاجر. يقول له اشتري ايه وما شريش ايه. هو يهمه جيبك. الفلوس اللي في جيبك. الفلوس اللي في جيبك. الفلوس اللي في جيبك. وكل بيع عنده مهارة. يظهر عيوب المنتج ومميزات المنتج. فبالتالي المنتج اللي هو هيكسب منه او عمولته فيه عالية او عنده منه في المخزن كتير. او واخد توكيله. او عايز ينجحه. هيذكر مزاياه فقط على حساب اي منتج اخر في السوق. خلي بنا من النقطة دي. التاجر التاجر فاجر. التاجر فاجر. اي تاجر الفاجر. السوق بيعلم يعني انت لو تاجر لسة بدء جديد. بيبقى داخل كده طيب واحنا. السوق بيعلمه بقى الشراسة. آآ في الفلوس. طمع في الفلوس. عايز عايز فلوس كتير. يعني كسبتي مسلا مليون. لانا عايز اكسب الشهر الجاي خمسة مليون. فهاكل الدنيا هبيع عرايبي. هبيع الناس اللي جاي بتحلفني. انا عايز الفلوس. اوه خلاص بقى. الفلوس دي سكينا على رقابته. يفرح لما الفلوس تزيد. يزعل مش لما حد يموت عنده لأ. لما الفلوس عنده تقل. او يطلع جنيه من جيبه. فخلي بالنا بحط دي. تاجر فاجر. تاجر فاجر. بتسمعش كلام حد. روح اشتري بنفسك وقيم بنفسك وشب يعنيك ربنا ما اديك عقل. تختار به. وتميز الكويس. او المناسب من الغير مناسب. وانا بقول لك شانا ما بيجي للزمون هنا ما بيرشحوش حاجة. بقول له دي مزاياها وعيوبها كزا. ودي مزاياها وعيوبها كزا. تمام? والبيع والشرف الاخر نصيب نصيب. وهم حاجة في المونتجات بتاعتنا في الاجهزة الكاربائية. الضمان 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 وخدنة ما بعد البيع. تمام? شوفكم على خير ان شاء الله. تنسوش بقى من عمل الاشتراك في القناة وده هو حلو.